أهلا بكم طلاب دكاترت وبشمهندسين الصفة الخامس ابتدائي ماحل تدريبات آخر صفحتين في الكتاب اختبار الأضواء على المفهوم الأول من كتاب الأضواء اختر إجابة صحيحة مستعينا بالقطاعات الدائرية المقابلة الكسر الاعتياد الذي يمثل القطاع الملون بالأزرق الأزرق ده النص يبقى نختار النص الكسر الاعتياد الذي يمثل القطاع الملون بالرمادي الرمادي ده الربع يعني 1 على 4 الكسر الاعتيادي 1 على 8 يمثل القطاع الملون بالأخضر أو بالأحمر عشان هما يتنكد بعض أكمل ما يأتي الكسر الاعتياد 1 على 4 يمثله الكسر العشري تحفظها الربع معناها 25% كلما نقض حجم العينة كانت النتائج أكثر دقة كلما زاد حجم العينة التقدير الستيني للزاوة التي تمثل نص الدائرة الدائرة كلها 360 نص الدائرة 180 درجة الكسر الاعتياد الذي يمثل حجم العينة بالكامل في أي استبيان هو أي استبيان بكم 100 على 100 اكتب الكسور الاعتيادية والكسور العشرية التي تعبر عن الأجزاء الملونة هنا ملون 3 يبقى نقول 3 على 4 الكسر العشري 3 على 4 تحفظها دي بـ 75 من 100 الكسر الاعتيادي دي 1 على 6 يبقى 1 على كلهم 6 السودس تحفظه 167 جزء من 1000 الكسر الاعتيادي 3 ملونين على كلهم 6 الـ 3 نص الـ 6 يعني هتكتب الكسر العشري 5 من 10 ظل القطاعات الدائرية المقابلة كما هو مطلوب ثم أجب بيقول لي نص الدايرة عايز اعمل باللون الأحمر يبقى نص الدايرة انلونه باللون الأحمر زي ما هو بيقول اهو بعد كده ربع الدايرة باللون الأخضر يبقى ربع الدايرة ويكون قطعتين دولة بالأخضر 1 على 8 باللون الأصفر يبقى نلون 1 من الدول 1 على 8 باللون الأزرق بيقول اخر واحد اهو اذا كان 80 تلميذا شاركوا في هذا الاستبيان فما عدد التلميذ الذين يمثلهم القطاع الملون بالأحمر هم من كلهم 80 الأحمر ده ياخد النص يبقى 40 تلميذا ما الكسر العشري لمجموعة التلميذ الذين يمثلهم القطاع الملون بالأخضر الأخضر اللي هم من دولة دولة يمثل الربع وعايز كسر عشري يعني معناها 25% ما مجموعة التلميذ الذين يمثلهم القطاع الملون بالأصفر والقطاع ملون بالأزرق الأصفر والأزرق دولة يمثل الربع يعني يبقى حنقسم الثمانين على الأربعة حيث يساوي عشرين تلميزا القطاعات الدائرية المقابلة توضح أنواع المشروبات المفضلة لمية تلميز لاحظ ثم أجب ما الكسر العشري للتلميذ الذين يفضلون مشروب التفاح التفاح بستة وتلاتين يبقى زعر في الكسر العشري يبقى ستة وتلاتين من مية بعد كده ما الكسر الاعتيادي للتلميذ الذين يفضلون مشروب الجوافة الجوافة تلاتين على مية فأبسط صورة طير سفر مع سفر هتبقى تلاتة على عشرة اختبار أضوء على الوحدة الثانية عشر اختر إجابة صحيحة مستعينا بالقطاعات الدائرية المقابلة الكسر العشري الذي يمثل المجموعة التي تفضل الجنباز الجنباز بالأحمر دولة عشر تلميذ يبقى نختار عشرة على كلهم مية طير سفر مع سفر تبقى واحد من عشرة رياضة نقاط تمثل نص الدائرة ايه نص الدائرة اللي هي بالأخضر كرة القدم يبقى نختار كرة القدم عدد تلميذ الذين يفضلونها كرة السلة كرة السلة اللي هي بالأصفر دولة خمستاشر تلميذ يبقى نختار خمستاشر تلميذ اكمل مية دي كلما زاد حجم العينة في الاستبيان كانت النتائج أكثر دقة الكسر العشري خمسة من عشرة يمثله الكسر الاعتيادي واحد على اثنين الكسر الاعتيادي تلاتة على اربعة يمثله الكسر العشري خمسة وسبعين من مية تحفظها دي يمثل القطاع الدائري بالكامل نقاط على نقاط من حجم العينة دي تحفظها عشرة على عشرة أو مية على مية اكتب التقدير الستين المناسب للجزء المظلل فيه كل مما يأتي دولة بالضبط اثنين ملوانين على كلهم ستة هنضربهم في تلتمية وستين دي مقامها واحد هضرب بسط في بسط ومقام في المقام تلتمية وستين في اثنين نزل السفر ستة وتعاتين في اثنين في اثنين وسبعين على الستة هنزل السفر واثنين وسبعين على الستة يطلع فيها الاثناش يبقى مية وعشرين درجة بعد كده ده نص الدائرة يبقى نص فيه تلتمية وستين بيساوي تلتمية وستين نصها مية وثمانين درجة طيب ده ربع الدائرة واحد على اربعة واحد على اربعة في تلتمية وستين يطلع فيها كام نزل السفر ستة وتعاتين على اربعة فيها التسعة يعني تسعين درجة يوضح جدول التكرار التالي المكان المفضل لقضاء وقت الفراغ لدى مية طفل اكمل جدول واكم بتزليل القطاعات الدائرية وكتب عنوان والمفتاح مستخدما البيانات في الجدول 15 من كلهم مية يبقى 15 من مية النادي يبقى دولا 50 يعني 5 من 10 30 يبقى 3 من 10 دولا 5 يبقى 5 من 100 عايزين نمثلهم هنا هما كلهم 100 طفل واخدين نصهم النادي يبقى النادي دولا نص بعد كده الاجل منها بشوية هي السينما يبقى السينما بعد كده اجل كمال حديقة خمستاشر يبقى دي لحديقة. بعد كده اجل حاجة اللي هي المكتبة. يعني نادرة ما تلاجعها لعزة ايه? تتسقف وتجرى. العنوان هقول ايه? اماكن قضاء وقت الفراغ. المفتاح انه هلونهم. يعني مسلا الون دي بالاصفر كده. ولو مثلا دي بالاحمر. وهكذا. وتكمل باقي تلوين. وتكتب كده المفتاح بتاعك انه مثلا لو انت الاصفر ده بيمثل النادي. لو انت مثلا الاحمر يبقى ده السينما. وهكذا. ما الكس الاعتياد الذي يمثل المجموعة التي تفضل السينما? اللي بتفضل السينما هي تلاتين. تلاتين على مية. فابسط صورة لها طير سفر مع سفر تبقى تلاتة على عشرة. ما الكس الاعتياد الذي يمثل اجمالي المجموعات التي تفضل الزهاب للنادي والحديقة? النادي والحديقة. النادي عندك بكام هنا? النادي بخمسين. والحديقة بخمستاش. اجمع دولة. خمسة زائد سفر خمسة. واحد زائد خمسة ستة. يبقى خمسة وستين على مية. ممكن تكسمها في ابسط صورة. فوق مع الخمسة يطلع تلاتة عشر. وتحت مع الخمسة يطلع فيها العشرين. يبقى تلاتة عشرين. ما المجموعة التي يمثلها الكسر الاعتياد واحدة على عشرين? عايزة اخلي عشرين دي مية. اضربها في كام? اضربها في خمسة تحت. وفي خمسة فوق. هتبقى واحد في خمسة بخمسة. وعشرين في خمسة بمية. دي بتمثل مين? دي بتمثل المكتبة. الجدول التالي يوضح عدد سكان بالالف لبعض كرة مركز جفط. بالنسبة لاجمال سكان المركز ستين الف نسمة. لسنة الفين وستة تقريبا. اكمل الجدول واحدد القطاع الدائري الخاص بكل قرية مستعينا بالشكل المعطى. هنا بيقول الكلاحين الحاجز والبراهمة والقلعة. اكبر واحدة فيهم هي البرهمة. واخده كام? واخده بالزبط تتين الف. وخلي بقى ان كلها ستين الف. يبقى دي واخده النص. يبقى البرهمة واخده النص. ربنا يزيدهم. بعد كده اجل منها بشوية اللي اسمها الكلاحين الحاجز. الكلاحين. الحاجز. واخر واحد اللي هي القلعة. هنا بقى بيقول لدولا بيمثل اتنين على الستة. طيب البرهمة. البرهمة بتمثل كاما على الستة. هي اول حاجة احنا مش قلنا بتمثل النص. يبقى الستة هاتلي نصها فوق. نصها تلاتة. يبقى تلاتة على الستة. طب ودي مش عارفها ازاي يجيب القلعة. المفروض اجمع دولار في البسط. والمفروض لازم يطلعوا ستة. فانت معاك اتنين زائد تلاتة يبقى خمسة. الخمسة فاضل لها كام عشان تبقى ستة. فاضل لها واحد. يبقى دي بسوتس. دعمنا بالاشتراك بالقناة. لاصلوا كل جديد. شكرا.